اشتركوا في القناة 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 لمساعدة الناس اللي يعني كيدوزون اللي هنا كيقولون علش ما كينشي الخدمة بزايد علش ما كينشي سطاف ناس زايد باش يخدموا هاد الناس اللي كيدوزون لنا وانتمر العملية يعني بسرعة يعني وانتوما قد عرفوا بان هادشي هذا يعني استثنائي وخص يكون عمال زايد اللي من ناحية الديوانة ولا من الشرطة باش يعني تخفيف العب على هاد الناس هادوم ويدوزون غيا وانه لماذا لم يتحدث مع الديوانة والغوbernador لانتوما قلعه الانتراطة الانتراطة اللي مليئنسي مع ربطة الانتراطة اللي مليئنسي اللي مليئنسي نبدأ لنضع الطلبات والمتطلبات ديالجمعية سوموش مليئ ويقول علش المندوبة ديالحكومة الاسبانية ديالحكومة المركزية ديالمدريد ما تلبطي من الممتلين ديالالنظر ديالالنظر ديالالمغاربة او عامل النظر المطالبة بالتعامل بالمساوات التعامل بالمساوات برغم ان هذي أنا هنقولكم شنو المساوات اللي كيتلب بها ولكن قبل ما هذي هنقولكم حتى التعليق لهم قضية ديال المساوات هذي قضية تنظيمية عند علاقات مليليا ولكن على الام كيقول لش ما مشتش يتحدث مع عامل النظر وطلب المساوات ما بين سكان مليليا والمهاجرين اللي هما غير ديزين من سما شنو اللي كيتلب هنشوفو شنو اللي كيتلب شنو المساوات في ماذا كيقول لك بأنه غير مقبول أنه حنالنا السكان ديال المليليا عندنا غير واحد الكاريل يعني غير واحد طريق اللي كان تخرجنا ولا كدخلنا من المغرب اللي هنا ولا كدخرجنا من اللي هنا هي المغرب في حين أن المهاجرين هذو عندهم أربع ديال طرق يعني كتخرج أربع ديال سيارات مقابل واحد سيارة من مليليا كيقول هدا أمر غير مقبول وهذا التعامل اللي كيتعاملوا به معنا يعني يتم مع التعامل معنا وكأننا نحن يعني كذلك مهاجرين كيقول نحن نطالب بأنه مقابل وكل سيارة يعني المهاجرين تخرج تخرج سيارة يعني يكون نص بالنص مثلا كين ستا ديال الطرقان ثلاثة يخرجوا المغاربة المقيمين بالخارج وثلاثة يخرجوا الناس أو المقيمين بمليليا أو سكان ديال مليليا يعني كيقول نطالب بالمساواة في هاد الشأن هذا eso es lo que debería de prevalecer somos مليليا ante la dejadez de la delega al gobierno vamos a dirigir una carta hoy mismo al gobernador planteándole esta cuestión كيقول بسبب كسال الحكومة والمندوب المندوبة ديال الحكومة المركزية في مدريد فحنا غادي نوجه رسالة إلى عامل ديال النظور باش يعني نطرحو عليه هاد التساؤلات هاد وهاد إشكت تسمى هاد المقترحات هاد باش يتعاملوا معنا احنا السكان ديال مليليا يعني تعامل مزيان ويقول مساواة فيما بيننا وبين هاد النسل يعني كيجيو كيدوزون لهنا فهاد عملية ديال مرحلة الوقت الإعجابيزية فيريقية الدوليسية وحاجة إعادة الفيارات لتزيادة الزيارة وإستدارة على أفضل المنطقة أصبح مؤادرة على إعجابيزية كاننا يقولون أن يكون لدينا أصبح المنطقة يقول بأنه من ديك خمسة ديال الممرات سنجبرت الكريمة الممرات اللي كينا هذك الممر اللي مخصص لناس ديال المليلية هو الأسوأ لا من ناحية ديال المعاملات ولا من ناحية ديال السرعة يعني ما كينش التعامل مزيان مع الناس ديال الأصل ديال البلاد في حين أن المهاجرين اللي كيدوزون تسمع يعني بنسبة ليه كي يتعاملوا حسن من ناس ديال البلاد ده بس سؤال مطروح واش الاقتصاد ديال المليلية واش كيستفد من هاد العملية ديال مرحبا أولا لا تقدر انت تشوف الطنوبيل كتجي كتنزلك الدوج كتخروج بحالة ولكن على الأقل على الأقل النسرة هي غدي تشري على الأقل ما بلا من هذرو على المكلاب بلا من هذرو على باركيني لباركاوف شي مطاع بلا من هذرو على ارتفاع عملية البواخر يعني الإرساء عملية البواخر اللي كترصيف مليلية وبطبيعة الحال كما الطائرات فالباخر اللي كترصيف واحد الميناء را كتخلص واحد درائب والدرائب ديالا ما كتكون شي بزير وفاصلة وإنما كتكون بثلاثة عربعة ديال الأرقام شون الرأي دي لغا موسيقى